بكرة جمعة دنيا كورة بكرة 100 مليون بقلوبهم بيشجعوا منتخب مصر 60 ألف في المدرجات هيهتفوا تحية مصر وبكرة المنتخب هيقابل السنغال كلام كتير جداً يا ترى إيه اللي بيحصل يا ترى مين اللي حيبقى جول كيبر حيبقى الشناوي ولا بوجبل يا ترى الخطة حتبقى إيه 4-2-2-4-3-3 إيه اللي هيحصل بالزبط مين اللي حيقود المباراة هل محمد صلاح بدأ يواجه اللعيبة ويبقى فيه ما بينهم الأحاديث علشان يديهم الطاقة الإيجابية اللي بيعملها في كل مرة كواليس كتيرة جداً إحنا مش عارفين هل في مفاجآت هل السنغال هتعمل مفاجآت هل التوقع هل وجود الجمهور في المدرجات حوالين اللعيبة بهذا الطقس ممكن يحقق فوز كبير لمصر الله أعلم لكن القلوب كلها مع منتخب مصر غداً أمام السنغال السنغال في التصفيات الخاصة بكاس العالم 2022 ضيفي هو الناقد الرياضي أحمد درويش مساء الخير مساء النور مساء كتيرة قوية قلتها طبعاً تبدأ منين مساء النور يا ساشفكي طبعاً أول مرة أكون مع حضرتك مبسوط جداً أنا أكون في تلفزيون بلدي وإن شاء الله نكون خفافة على الناس ونقدر نقدم معلومة تفيد وتجاوب على كل التساؤلات تلفزيون بلدك بقى ناس كتير بتتفرغ عليه طبعاً فهم أول حاجة هيسألوك عليك إحنا نازلين بأني تشكيل هيبقى عاملت زي لا لا بالراحة طيئة طيئة يقوم هم مش ستين هو خمسة وستين أبو متفرغ خمسة وستين ألف ناس جعانة الناس دي ناس جعانة أيوة ناس جعانة إنها التسعة كاس عالم ناس عندها شوية حزن من فقدان كأس ومفقية الرقب اللي كان قريب جداً قدام السنغال وراحين بطموحات وأمال وثقة أهم حاجة الثقة الجمهور هيلعب بقلبه طبعاً يعني الجمهور هيلعب بقلبه حتى كارلوس كيروش في تصريحاته مبارحه النهاردة الرجل ما كانشو بتكلم أي حاجة فنية كان بتكلم إن إحنا الجمهور أنا بقول حتى ممكن أطلع لعيب ونزل لعب رقم 12 في أي وقت له الجمهور هو بيداعب الجمهور بيحافز الجمهور كل الناس تيجي معاها عالم بلاتها في إيديها ولابسة شيرت المنطقة بمصر هو الرجل اللي عايز يوصلنا كبصرين وكمشجعين مصرين قال على فكرة أنا محتاج مشجعين وليس مشاهدين تفت جداً تفت جداً دي يعني يفكر إنه الحماس ده ممكن يلهب اللعيبة طبعاً فكرة المشجع اللي بيروح الساعة 2 الأستاذ ويقعد يستنزف طاقته في الأغاني والرأس وتشجيع النجية الفضية ومدرجات الخروع دي نحن عايزين التشجيع يبقى وقت المباراة بالظبط جداً طيب خلينا ندخل المباراة طبعاً يعني خلينا ندخل المباراة 11 رعيد نزله تشكيل تقريباً يعني أدينا توقعات شوفي أنا مش عادة تفيد أول في موضوع التشكيل بس أقولك ما يدور خلال 3-4 أيام اللي فاته كان كيروش مبدئياً كارلس كيروش هو مدير فني بيتعامل دايماً في حدة تثبيت التشكيل أو فيه مثل اللي بقوله في مصر كده هو دايماً بتعود عليه اللي تكسبه لعبه فهو الراجل عنده طريقة طريقة ثابتة هي 4-3-3 بوجود سلاسي في محور الاتركاز اللي هو محمد النيني وحمدي فتحي وعمر السلاية بتشكيل منتخب مصر هقولك التفكيرين ماشيين ناخد التفكير محمد الشناوي في حراسة المربا يعني كده أنت بتقر أنه الشناوي محمد الشناوي في حراسة المربا بالظبط محمد الشناوي أحمد فتح زرير أيصر وعمر كامال عبد الواحد زرير أيمن في قلب الدفاع محمد عبد المنعم ومحمود حمد الوانش اتنين ضمنين ما كانهم في التشكيل محمد النيني وعمر السلاية جناح يمين محمد سلاح مهاج المصطفى محمد هنا نقطة الخلاف والجدر الرجل فيه تفكيرين في دماره وجربهم خلال تدريب مبارح بالنسبة لصلاح يعني ومصطفى محمد لا بالنسبة لهو إيه هل السلاسة في وسط الملعب الثلاثة هيحط حمد فتحي ويلعب الطريق أربعة ثلاثة ثلاثة المعتادة بوجود مرموش كجناح أيصر ومحمد صلاح كجناح أيمن ولا هيدفع بمحمود حسن ترزيكي على حساب حمد فتحي ضم الثلاثة ويلعب بمرموش جناح أيصر ومحمد صلاح أيمن ويبقى الثلاثة كده عمرو الصرية ومحمد النيني ومحمود حسن ترزيكي ولا هيثبت الثلاثة عمد فتحي يرجع ويبقى ترزيكي على حساب عمر مرموش هو الفكرة دلوقتي في إيه الفكرة دلوقتي فلعب ترزيكي كده يعني عمل الفكرة دي قبل كده عمل دي قبل كده وموفقناش فيه لكن ظروف ان ترزيكي كان لسه رجع من إصابة فهو دلوقتي فيه مطالبات جوه الجهاز الفني حاليا أو مدولات من المبارح وهو بدأ اشترعت الخطة دي مرتين تلاتة بقى يبدل في التأسيم الرئيسية فيه مطالبات انه هو يا ترزيكي يا أفشا واحد عنده النزعة الهجومية يكون ضمن التلاتة بتاعه وسط الملعب ان انت عندك ماتش على ملعبك ووسط جمهورك فتنزل اللي واخد على ملعبك وعلى جمهورك يبقى فيه نزعة هجومية قصد التلاتة بتوعى الديفندر التلاتة اللي هم وسط مدافع اللي هو النني وحمدي فتحي والسولية نقدر نستغني عن واحد ونبدأ بيترزيكي أو أفشا قصدنا ألعاب هل فيه تفتير في عمر جابر كمان لا لا ده مش ده كلام بص هو عمر جابر من العباء المميزة وعنده خبرة وعنده خبرة ولعب مرشات دولية لكن هو الراجل دايما بيقولك بيميل دايما إلى التشكيل اللي بلعب به على الناصر اللي هو عرفها وحافظها وهم تعودوا على فكره فأنتي دلوقتي معاك عشرة لعيبة من 11 هو نقطة خلاف واحدة هل تسلاسي بتاع وسط الملعب هيحط تلاتيكي أو أفش على حساب حد فيهم ولا هلعب بالتريقة السبتة المعتادة اللي هي أحمد فتوح وهمها كملعب الواحد اللي هو لعب بيها قبل كده اللي عببا قبل كده أنا معلوماتي اللي أنا عارفه أنه راجل عنده تركية نصر الملعب هيغير واحد من الثلاثة اللي هما نيني والسوريائي وحمد فتحي والأقرب بنسبة 100% هيكون حمد فتحي وهيبدأ بحد عنده النازع الهجومية والأقرب هو محمود حسد طيب خليني أمشي معاك زي ما الناس يعني بتفكر احنا شايفين التدريبات هي موجودة على الشاشة خليني يعني الناس مثلا بتقولك طيب يعني خلينا في السيناريو ماذا لو إحنا جبنا الجول الأول هل هيغير ده شوية من نزول حد أو يكمل بيها أو إنه لقدر الله حصل إنه يعني خسرنا حاجة في الشوت الأوليني السيناريوهات ممكن تبقى ماشي طبعا هو أسوأ سيناريو في الماتشات دي إن أنت تترقى هدفة المرعبك هو ماتش 180 ديئة 90 هنا و90 هناك وأنت مش هتنتظر بقى للآخر لازم لعندك تفكير سنادي وطول الوقت في حاجة سيئة جدا في نظام الصعود في ماتش القياب لو حصل تعادل في النتيجة هنلعب شوط إضافي شوطين إضافيين 30 ديئة و30 ديئة وده فكرة ظلمة جدا الفريق اللي بيلعب الزهاب على الأرض لأن الفريق الثاني بيستفيد بـ 30 ديئة زيادة على ملعبه وسط الجمهور وطبعا إحنا عانينا في فكرة الضغط المباريات والقصة دي فكنا نتمنى إن النظام يبقى 90 ديئة أو 90 ديئة لو فيه تعادل ونلعب ضربات جزائر أطول ده السيناريو طيب ماذا لو مصر أحرزت هدف بالتأكيد هدف لا يرضي طموح المصري أكيد وهدف نتيجة 1-0 ونتيجة 0-0 هي نتيجة الرعب بالنهار يعني أنت حضرتك ممكن بهدف أو بهدفين الموضوع بالنسبة له هو خاصة 1-0 سهل تعريضه إنما فكرة 2-0 طبعا إحنا نتمنى في أسهل الظروف 1-0 ده نتيجة مرضية طبعا مش هنكسب 2-1 أو 3-2 مش عايزين نتيجة دي أصلا 2 أصلا 2 لايقى زي تحيا مصر هتنا عايزين الـ 2 دي لايقى تحيا مصر دي تحيا مصر طبعا إنه عايز أقول كل بلد يعني أنا شفت بعيني أولا مباح الوزير وعيس ربطة الأندية وناس فيه تكاتف عظيم جدا جدا خايفة المنتقى مصر المهم الملعب طيب إحنا دلوقتي إحنا بنتفرج في المران بتاع الجول كيبر واللعيبة صلاح وصل هل بدأ صلاح لأنه صلاح دايما كمان ليه كده بيتحضن كده مع اللعيبة كقائد ليهم يعني يعني بدأ كواليس بتقول إيه علاقته إيه بيقول إيه المرات دي صلاح فرقا يعني أنا أتشرف بمعرفة صراحة من قرب بن سيدين كنت معاه في الجابون كنت معاه منتخب مصر في الجابون 2017 وكنت معاه في البطولة أخيرة وكنت معاه في كاس عام 2018 في موسكو عمري ما شوفت محمد صلاح في حالة معنوية مرتفعة وعايز أقولك الابتسامة لا تفورك وجه يعني حتى لو حضرتك في الإنسلاتات اللي بتتعرض فيه سبوت عم محمد صلاح قبل مران محمد صلاح بيحافز اللعيبة محمد صلاح بيوقف كتير جدا مع كاروس كيروش حديث دحكة كلها مع اللعيبة في جو أنا ما شوفتوش قبل كده زي ما يكون بيوجه رسالهم شيء ضغوط يعني ما تخافوش احنا آه في واضح المسؤولية بس التقل اللي بيديها صلاح لثريقه بتفرق معهم حضرتك لما يكون الكابتن بحجم محمد صلاح واحد من أعظم وأفضل لعيب للعالم فهو ده بالنسبة له لأي لعيب صغير في المنتخب ده حالة عظمة جدا المتلقي يتلقى معلومة من حد امج أو حد في حجم محمد صلاح طبعا نموذك لأ مصدر ثقة مصدر طمأنينة مصدر كل حاجة حلوة محمد صلاح واحنا شوفنا دور القيادة في كلاس الأولى الفقرية وإزاي كلمة تدخلات مع الحكام كان فعلا محمد صلاح رجل قائد على أكمل وجه قائد يريق بمنتخب مصر وبالتالي محمد صلاح مسليم محمد الله متعافي ما عندي ناش بفضل الله في 23 لعيب أي إصابات الحمد لله هي فكرة دلوقتي في كيفية توظيف اللعيبة وأستيعابه من الطريقة وكمان اللعيبة اللي بتلعب في منتخب مصر هيشوف الجمهور كتير فيه لعيبة ما شافرتش الجمهور ده أبل جبل أيه طبعا فيه لعيبة صوريان مرموش مسح يعني مرموش في حاجة بسيطة في برج العرب في برج العرب بس ما شافش الجمهور ده أبو 65 قال بالزبط فيه لعيبة لسه ما يعني ما إيه عمر كمال عبد الواحد محمد عبد المنع فيه لعيبة ما شافتش الجمهور ده فطبعا لابد يكون هم أخدوا جرعة ثقة جرعة طمأنينة جرعة ثبات نفسي عشان يقدروا يتعاملوا مع هذا الكم من الجمهور مع هذا المشهد يرعب إحنا أفريقيا يسميها أستاذ القاهرة أستاذ الرعب وبالتالي إحنا لازم نستفيد من أننا عندنا سبعي في المياه يعني فريق السنغال بيخاف من مش فريق السنغال فاني أفريقيا كلها التاريخ كله بيقول أن المنتخب مصر على أرضه حاجة تانية يعني الجمهور بكرة هو واحد من العناصر اللي كيروش بيلعب بيه تمام لا مش واحد من العناصر هو أهم هو أهي كده هو أهم عنصر موجود بكرة طب كيروش خايف من إيه في المنتخب هقولك خايف من إيه أول حاجة عشان نبقى متفقين مع بعض بس استنغال قوى كده عشان بس نبقى يعرفين نحن نتكلم في إيه قلنا التسويقية لعبته عجل جدا عنده واحد من أقوى مدافئة عنده أفضل حارس مرم في العالم طبعا هو إيدو عبد المندي حارس الشرسي عنده واحد من أقوى اثنين مدافعين في العالم كلهم محترفين كروباري بلعب في نابل الإيطالي كابتن فريق رقم ثلاثة حاجة طويلة جدا حاجة قوية جدا عنده ساد يومانين عنده في كل مركز ساد يومانين هيعمل إيه لما يشوف صلاح المرة دي طبعا مرة لفات التبطب عليه مرة دي بقى إيه اللي هيحصل بصي يعني في نقاط قوة في منتخب السنغال إحنا عنينا منها في المبارات النهائية أمام السنغال في إيه عندهم لعيب اسمه سيس ده جناح شمال هو وساد يوماني كان عاملين جابها قوية جدا والجابها دي استطاعوا أنهم ياخدوا ضرب الجزاء أو ضرب الجزاء في بداية المبارات وصدام حمد أبو جابل فهما عندهم تنوع كبير فيها جدا وعندهم خط وسط ما أولكيش يعني مندي شيخة كواتي اسماعيل أصار حاجة اسماعيل أصار ده من أهم الناس يعني مصر يعيبة ما كلها محترفة في ماريسون جرمان في الدول إسباني في الدول الإنجليزي في الدول الإنجليزي والدول الإيطالي والدول الإسباني أوه طبعا قايمة قايمة تقيلة جدا مرعيبة هي فكرة كمان أنهم عندهم بس بعض الأخطاء اللي احنا ممكن نستفيد منها محمد صراح أجاد جدا أجاد جدا قدام كل باري في الدول الإيطالي لما كان مرعب في روما وفي دول أبطال أوروبا لما كان بواجه وفي الدول يعني محمد صراح التفاق عليه كتير جدا هم عندهم مشكلة هم أطوار في زي عندنا كده محمود حمد الوينش ومحمد عبد المنعم آخر اتنين من السكين عندهم كل باري مفضل مضافية على الله طويل جدا ومعهم واحد اسمه عبدو ديالو بينهم مساحات المساحات دي يقدر محمد صراح وأتمنى ترزيجية يكون موجود عشان الصراحات لو عملنا دا يا مادم شافكي هنقدر نعمل حد هلساحات المبيلة الاتنين التشكيل اللي انت قلت له دا اللي انت بتتمنيه اللي انا اتمنى اول حاجة اتمنى وجود ترزيجية دا موضوع ما فرغ منه وان كنت كمان اتمنى ان الترزيجية ابقى على حساب عمر معموش محمد مجد أفشا تلعب في النص يعني مع النني ومع الصرير يعني انا اتمنى انه يكون محمد ابنيني ومحمد مجد أفشا في الشمال التريسي جيه عشان خبرة عشان خبرة كبيرة جدا ولعيب سريع ولعيب مهم وكان غايب وظروف الإصابة طبعا وتريسي جيه كمان عنده الممارسات العالمية متعودة عليها ومش هيتخط من الجمهور ومحمد صلاح ومصدف محمد ده أتمنية ان احنا عايزين نكسب عايزين ننهي بدري فيبقى عندنا إصابة رمضان صبحي أثرت بردو كورقة بديرة كخيار طبعا أثرت رمضان لعيب مهمة جدا من أحسن لعيب كوريرة في مصر ما حدش يختلف عن كده هو كان خياره الثالث في كاس الأمور الفقية لكن كان ممكن ياخد وقته خصوصا أننا شايت أننا الأوراق البديلة ما فيهش عناصر جميلة كتير يعني هو مختار مناقب من واحد مروان حمدي وهيبقى ياتريزينجية مرموش على الدكة عشان واحد يوم يلعب وهيبقى أفشا لو ما شاركش الباقي لعناصر كلها في عناصر مميزة إمام عشور كواسط مدافعة طيب إيه اللي كيروش واثق منه وإنت قلت لي اللي خاف منه إيه اللي هو واثق منه أو يعني متطمن لي بلاش واثق دي متطمن متطمن إن اللعيبة على قدر مسؤولية مراتي متطمن إن اللعيبة استعدوا كويس متطمن إن اللعيبة جواها حافظ كبير جدا بعد غسار كاس الأمور الفقية مع أن الناس مثلا بتقول إن الوقت كان قليل وبين فيه صوت تاني يقولك إن المحترفين عموما ما بيجوش عودوا بالعشر تيام محترف خلاص بقى بيجي قبلها بثلاثة أربعة تيام لأنه الوقت لا يسمع شوف يا عمدام شافكي إحنا في عناصر عندنا دائما نجيد في البطلات المجمعة كاس الأمور الفقية بناخد وقت أيام ما كانت قوام المنتخب معظمه أيام كابتن حسن الشحاد أو كابتن محمود الجوري من أحمده كان معظمه أهل وزرماك وأنديها تانية كان بيبقى معنا ثلاثة أربعة محترفين كابتن حمد حسن كابتن زيدان ده كان بيجو على المؤتمر كنا بنجيد لأن احنا كنا بنقدر نتحكم نوقف الدور بدري ونعمل احنا عايزه بدري لكن كاريس كيروش مدير فني تولى منشطة رينايتد وريال مادريد ومنتخب بورتغال ومنتخب كيلومبيا ده واحد من أهم أسباب أنه قبل مهم التدريب منتخب مصر بالرقم الضعيف اللي هو أخده وقررنا نتم باسمه عايزه أأكد تاني يعني 120 ألف دوار ده مش رقم الكاريس كيروش لكن هو جاي ووافق عشان إيه عشان هو صعب بقى أربع منتخبات كاس عالم وجاي يدوع الخمسة ده كان الهدف والطارب فهو عنده حافظ هو كمان شخصي طول الوقت فهو شايف هو بيتعامل مع العيبة وخدي بقى حضرتك كمان هو رجل زاكي جدا في التعامل النفسي زاكي جدا جدا هو موهق يعني كاريس كيروش اللي ما يعرفوش يا جماعة رجل عنده استعداد يشترط 18 ساعة موهق ومتعب لمساعدية مش رعيبة لأنه هو بيهتم بأدقة أدقة تفاصيل وعايز أقولك أدقة تفاصيل وغضحة في إيه يعني أنا مثلا صحفي بغطي منتخب مصر بقى 13 سنة وبجيب تشكيل منتخب مصر المرة دي حاسن مرة صعبة جدا موضوع صعب جدا فيه تكتب فيه سرية خصوصا كمان أنه مهور بيشكل الفريق معاه يعني كاريس كيروش كمان يعني مرة صالح كده أنه هو مرهق من التصريحات والجدال والكلام بس هولي حالك حاجة عن كربة وعن تجربة ما بيسمعش الإعلام وما بيشوفش الإعلام خالص ما عندهش وقت كمان لأ يعني إيه كل حاجة بتوصله بس مش شايفنا مستمعنا هو دايما مركز هو بيستفز بس لما يتم تناوله بحاجة شخصية زي ما حصل في أيام مغتبه أيام مخسرنا من نيجيريا وطلق الكريم في تفاصيل عقده هو بتضيق من كده لما يكون كمان الكلام خارج أو صادر من التحاد الكروعة إنما غير كده وغاية كتار السلائي هتم تماما بأي حاجة هو بيقولك أنا عندي هدف أنا جاي أصعد كأس حجم واشتغل مشهور مع المنتخب بس طب أنا يعني عندي حاجة كده هولي حاجة الرجل ده منظم لدرجة إنه هو وهو في قطر في كأس العرب راح اختار وشاف المكان اللي رشحه إنه هلع فيك فأس حجم تاني لأ لأ وصلت يعني ده دايق عن إيه ثقة بقى خلاص وحطت هدف قدامه بالضبط كده شاف وعين وختار عيوب أنا هاجة هنا في شهر 12 طب هل هو ذاكر هل في مذاكرة تانية إحنا أحيانا لما بتنجحش في الدور الأول بتقعد تذاكر بطريقة تانية فإحنا ما نجحناش مع السنغال في الدور الأول وإحنا عارفين العيوب كتفين هل في مذاكرة تانية يعني يعني الناس كلها متوقع إنه في يعني أخذنا الدرس هل في مذاكرة تانية جيدة من كيروش أو من اللعيبة طيب أنا هتكلم وفي مذاكرة أكيد من السنغال لأن السنغال برضو عارفة إنه الفريق المصري هيذاكر عشان هو عايز يعني ياخد المباراة طيب أنا هتكلم كشاهد أيها أي حد راح الكاميرون أنا تشرفت إنه روحة السبعة ما تشرف أي حد راح الكاميرون في أجواء والظروف دي ما كانش يتوقع مدام شافكي إن منتخب مصر يصل إلى درور الثمانية حتى عشان أبو أطحب صحيح ظروف المنايخ والجو ولسه كيروش بياخد على المنتخب وعوامل كتير جدا جدا لكن إنت أكتر منتخب لعب دقائق في بطورة طبع ولعبك ستايم كل المتشاط حضرتك وحظك إيه إنت صلمت بكود ديفور في درور الثتاشر مرشح أول المغرب درور الثمانية مرشح أول يعني من ضمن الكاميرون البلد المضيف متوقع أن أتكسبك ثم السنغال فأنت روحت وأنت مرهق غايب عنك محمد الشيناوي غايب عنك أحمد حجازي غايب عنك أكرم توفير غايب عنك أنت لعبت الطائم الطائم بتاعك بتاع كل كل مركز كل مركز فيه لعيب لدرجة أن أنت حارس التالت بتاعك شارك محمد صبحي صحيح أنت كان حصلتش حد تتوقع فأنت وصلت في مباراة مصر وي السنغال نهائي 2021 في الكامون ليست مقياس تماما تماما أنا موافقة ليه بس في مذاكرة بقى تاني من ناطين في مذاكرة ليه قال له سيسي المدير الفني لمنتقى بالسنغال ده الراجل كان مدير فني لفريق 23 سنغال فين في السنغال فالرجل جابها من تحت كمل المسيرة بقاله وصل معهم كاس عالم 2018 بقاله خمس سنين مسك السنغال صعد كاس عالم وصل معهم في 2019 نهائي كاسر أموة فقية في القاهرة وخسر أمام الجزائر بهدف وكان معشح يقدر بطولة كمل راح تاني كسب كاسر أموة فقية حتى مشهور التصفيات لعب خمس مرشات خد كم نقطة 16 تعالى المبرة وحيدة أمام توجه وخد 16 نقطة من أصل 18 فهو معاه فريق قوي معاه على نصر قوي عشان الوقت ونتعرف هم لن يرحموني في الوقت السنغال خايفة من مصرف إيه ومتطمنة لإيه أهم حاجة خاف منها السنغال رقم واحد ملعب القاهرة وجمهور جمهور والملعب والأرض تمام تاني حاجة يخافين من مصر من إيه محمد صلاح محمد صلاح طبعا طب حاجة ممكن تكون برها الصندوق بس برضو لازم نقولها أنت عارف طبعا محمد صلاح والعرض اللي متقدم من برسلونة أنا عجبني أنه العرض متقدم لصلاح كمهاجم لأنه طبعا فيه نرويجي اللي هو مفروض كانوا بيتفوضوا عليه بس مانشستر يونايتد كمان ما قدم له إنما أنه هم يفكروا في صلاح كمهاجم ده أعتقد نجاح كبير لصلاح عارفة لا يا مادم شافكي محمد صلاح لما جه من روما هو لعب وسط مهاجم أو جناح لما من 2017 حتى الآن محمد صلاح ياخد هدفة دوري إنجليزي مراتين كل موسم بيعد لعشرين جون والسنة دي بإذن الله هو هدفة دوري إنجليزي يعني ثلاث مواسم من خمسة بأرقام قلاسية ما أهولة فهو مش جناح كمان خلاص احنا في نهاية عصر ميسي وعصر كريستيان ورونالدو فمحمد صلاح لو لا الظروف اللي بتعاكس منتقى مصر أحيانا لكن محمد صلاح بلا منازع أفضل لعفة العلم في اختيار فرنسي فوتبول وفي اختيار زابيست فيفا لكن محمد من ضم هدافه السنة دي إنه يصعد كاسعلم عشان هو بيستأتر المراتي على فكرة أنا وإنه يصعد بمصر كمان طبعا 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 أنا أواني لما ياخد هداف الدور الإنجليزي أو الدور الإنجليزي مع ليفرابون أنا أواني إنه يكون حسنا في العلم بأخباص صعود ومنتخب مصر وإحنا أنا الأواني وإنت سامعه بس أنا كلمتك التوقع بالرقم 2-0 إن شاء الله منتخب مصر أنا متوقع إن شاء الله 2-0 منتخب مصر وتوقع محمد صلاح وأتوقع عمر السلعية يعني جل صلاح وجل السلعية جل السلعية إن شاء الله تحية مصر بـ 2-0 إن شاء الله خلينا نقول الناقد الرياضي أحمد درويش بشكرك شكرا جزيلا وأتمنى أن أنا كنت زي كل اللي بتعود معاهم بقى بكورة حدك شطر جدا أنا حاولت تذكر شوية كتير زكرة كويس جدا مشكرا جدا شكرا جزيلا أن نورتنا وغدا إن شاء الله مصر حتنور الساعة 9 ونص قلوبنا مع فريقنا مع منتخب مصر وـ 65 ألف متفرج وجمهور حيبقى موجود مش بس بالطبل والزمر لكن بالقلوب إن شاء الله حنعدي ومصر حتاخد الحقيقة المباراة وحنبقى رفعين عالم مصر